قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي إنه سيتم الإعلان قريبا عن مبادرة لخفض الأسعار مشينا للتوافق مع كبار مسنعي ومنتجي وموارد السلع الغذائية على تحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية وصولا إلى 30% بعد انتهاء عيد الفطرة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث شدد رئيس الوزراء على تكليف فرق عمل من الجهات المعنية والأجازة الرقابية بالنزول إلى الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية وأشر رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تنمية رأس الحكمة